مرحبا أعزائي الصغار درس اليوم عن عرف الذال ورحلة اليوم من عالم الحيوان ستكون داخل الغابة حيث سنتعرف على أحد أكبر حيواناتها وأفرسها ألا وهو الذئب في يوم من الأيام كان الجو مشمسا وحارا خرج الذئب يبحث عن غذائه في الغابة فما وجد شيئا شرب من ماء النهر العذب فروى ضمأه ثم توجه إلى ضيعة صغيرة حيث تسكن صديقتنا ذكرى مع عائلتها الصغيرة يمني النفس بطعام لذيذ وقف حذو الباب المغلق ثم أنفذ رأسه من تحت السياج لكنه علق بالأسلاك وظل يحاول جاهدا لعله يجد منفذا ينجيه لكن دون جدوى وبقي يصيح أنجده أنجده وبينما دخل الذكرى المطبخ المجاور للحديقة حيث بقي الثعلب معلقا بالسياج فإذا رائحة السمك المشوية تغضغ أنفها رفعت الغطاء عن الصحن فاقتربت منه ذبابة وبدأت تحوم حوله طارد الذكرى الذبابة بالمنديل فحطت على المذيع عندئذ سددت لها ضربة فوقع المذيع على الأرض وسمع الذكرى صوتا يناجي نظرت من النافذة فإذا به ذئب كبير يحاول التسلل داخل منزلهم وافتراسها خافت صديقتنا كثيرا واحتارت ماذا ستفعل في حين لا يوجد أحد غيرها ولكن وفي لحظة من الذعر والتفكير تذكرت قصة الذئب والخراف السبع فقررت أن تمكث دون حراك إلى حين عودة أبوها يمكن أن نجد حرف الذال في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول في وسط الكلمة كأن نقول في آخر الكلمة كأن نقول لذيذ أخذ فخذ لذيذ أخذ فخذ